يستثني أحدا إلى حكومة منتخبة وعقيلة يشدد على مطلب الحكومة الموحدة ويرى أن أي حوارات واتفاقات جديدة ستعيد البلاد إلى المربع الأول والسؤال هنا هل غادرنا هذا المربع أساسا؟ نناقش ذلك في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية مفصلة وهذه عنوينها مع رافع البكوش شكرا نبيل في لقاءة منفصلة نورلند يؤكدوا لعقيلة وحفتر أهمية حل المسائل الخلافية ولمنفي وباتيل يبحثان الدفع بالعملية السياسية حكومة الوحدة توجه مكافحة الأمراض بمتبعة أثار أزمة ارتفاع منثوب المياه بزديتن وتشكل لجانا خمسية لمعالجتها هيئة المفقدين تكشف للأحرار عن عملها في ستة مواقع بمقبرة مرتوبة وتفيد بانتشالها لأكثر من ستمائة جثمان منها وتشاركني في تقديم النشرة الزميلة مروى العلجي شكرا لك رافع وتتابعونا في نقطة نقاش الليلة تحديات متعددة تواجه المعاهد المتوسطة في الجنوب معهد أباري للمهن الميكانيكية يعاني من تهالك بنيته التحتية ونتسال في نقطة نقاش الليلة عن تأثير ذلك على سير العملية التعليمية وما دور الوزارة المعنية في متابعة معاهد المتوسطة وتوفير احتياجاتها وفي ليلة جولة على أبرز أخبار الاقتصاد والرياضة نعم رفع نتعرف على عنوينها رفقة الزميلين محمد القرج ومازر جوبة تفضل شكرا لكم في جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة أسعار صرف سلة العمولات الأجنبية مقابل الدنار تسجل أرقاما قياسية لهذا العام وصرف الدولار يسجل ستة دلانير وستم أدرة وتتبعون معنا في رياضة الليلة عجلة الدورية الممتاز تعود للدوران من جديد والمنافسة على شدها لخطف التأهل لسداسية التتويج كانت هذه عنوين الليلة مشاهدين من فلقاكم عرص الساعة المقبلة تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم إلى التفاصيل قال المبعوث الأممية الخاصة إلى ليبيا ريتشارد نورلند إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب عقيل صالح سبول الدفع بالعملية السياسية لسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته وأضاف نورلند أنه شدد في لقاء عقد بالجوبة الثلاثاء بحضور مساعد النبي بوزير الخارجية الأمريكي على أهمية أن يجتمع القادة الفاعلون لمعالجة المسائل الخلافية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال من جهاته قال عقيل إنهم أنجزوا القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات إضافة إلى وضع آلية لانتخاب حكومة موحدة تشرف على الانتخابات هذا وبحث المبعوث الأممي أو الأمريكي الخاص إلى ليبيا بريشارد نورلند ومساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي جوتشو هاريس مع خليفة حفتر أهمية دعم جهود المبعوث الأممي لجمع كافة الأطراف للعمل سويا وضمان بيئة مواتية للليبيين لاختيار موثليهم بحرية هذا وأضافت سفارة الأمريكية عبر حسابها بمنصة X3 أن الفريق الأمريكي أكد دعم واشنطن لجهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات في الوقت المناسب وبطريقة شفافة إلى ذلك بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد لبنفي مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مستجدات الأوضاع السياسية والدفع قدما بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزهة من جهته أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحمد الدبيبة ضرورة وجود قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا لتشكيل حكومة منتخبة تمثل كافة الشعب الليبي أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة ستعد ليبيا إلى المربع الأول هذا ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب عقيل الصالح في لقاء مع المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلند ونائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي جوشوا هاريس والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية جيريمي برينت عقيل الصالح لم يكتفي بذلك بل أكد للوفد الأمريكي أن مجلس النواب أنجز ما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات قائلا أن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية السفارة الأمريكية من جهتها كشفت أن الوفد أكد ضرورة أن يجتمع أصحاب المصلحة معا لمعالجة القضايا المتنازع عليها سياسيا بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف الأعمال وشدد على أهمية أن يعمل معا لضمان بيئة مواتية للليبيين لاختيار ممثليهم بحرية بينما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية من القبة إلى الرجمة أكد الوفد الأمريكي في لقاء مع خليفة حفتر أهمية دعم جهود المبعوث الأممي عبدالل باتيلي لجمع أطراف الأزمة ودعم الولايات المتحدة لجهود توحيد الجيش الليبي والحفاظ على السيادة الليبية وضمان أن تنفذ جهود إعادة الأعمار في درنا وغيرها من المناطق المتضررة وفي ترابليس شدد المبعوث الأممي عبدالل باتيلي في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهة النظر بين الأطراف المعنية مثنيا على دور الرئاسي في إجراء الانتخابات في أقرب الأجال يشارك فيها كل اللي به ندون أقصى ومع حديث الجميع عن الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة تشرف على هذا الاستحقاق يبدو أن لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رأي آخر حيث عاد للحديث عن القوانين الانتخابية التي قال رئيس مجلس النواب إنها جاهزة ولفت إلى أنهم يريدون قوانين عادلة لا تستثني أحدا ومحاولة لقراءة المشهد السياسي يبدو أن الولايات المتحدة وضعت كل ثقلها في الملف الليبي بحضور نائب مساعد وزير الخارجية جوشوة هاريس ولقائه مع عقيلة وحفتر وفي انتظار نتائج هذه الزيارات يتساءل البعض إن كانت واشنطن قادرة فعلا على إحداث اختراق وكسر حالة الجمود المستمرة منذ أشهر ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من أسطنبول مدير مركز بيان للدراسات والأبحاث الدكتور نيزار كريكش أهلا بك يا دكتور نيزار من خلال المشاورات الأمريكية الرفيعة مع حفتر وعقيلة اليوم في تقديرك كيف يمكن للدور الأمريكي أن يدفع بمبادرة باتيلي للتنفيذ؟ نعم وأظن أن ليس كل ما يقاب في السياسة هو الواقع هذه الزيارة للمنطقة الشرقية وزيارة رئيس مجلس نواب وخليفة حفتر هي زيارة تأتي في سياق مختلف تماما أمريكا الآن تخشى على منطقة شمال أفريقيا من التواغل الروسي يأتي كل ذلك في سياق الإسراع في حالة الاستقرار لليبيا بمعنى أن تكون ليبيا لا تكون موضع قدم لروسيا فهذا هو السياق الحقيقي لما يحدث في منطقة الشرقية أو للزيارات لنورلند فبالتالي هو من هذا الجانب هذا الجانب الاستراتيجي الأمني وليس الجانب السياسي هو الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد أي حل بين الليبيين من خلال الانتخابات ولا توجد الآن مبادرة مطروحة سوى مبادرة باتيلي التي تضرع الأمم المتحدة وترى الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المبادرة قد تنجح بحال تم هناك ضغوطات وبعض التسهيلات في الشرق وفي الغرب بمعنى أن لا يكون هناك ضغط على الأطراف السياسية اللي بيسواء عقيلة صالحة أو خليفة حبتر عبد الحميد البيبة وتسهيل أمر الانتخابات بمعنى الحد الذي يمكن أن يجتمع عليه الأطراف الثلاثة وهو القبول بأي قاعدة انتخابية مهما كانت هذه القاعدة قد تسيها عوار قانوني أو لا تلبي بعض الرغبة فبالتالي الآن هي محاولة للملمة أطراف النزاع الليبي من أجل المضي قدما قبل أن يتوغل الروس أكثر في الشرق الليبي طيب إلى أي درجة يمكن أن ينجح الضغط الأمريكي على أطراف الطاولة الخمسية هذا طبعا هذا الضغط يأتي في آن واحد بمعنى أن الآن في معلومات تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لبناء فيلق أفريقي في الشرق الليبي فبالتالي هذا المكسب الكبير الذي تريده للولايات المتحدة الأمريكية سيكون له مقابل هذا المقابل هو القبول بالقوانين الانتخابات التي قرها البرلمان مع بعض التعديلات البسيطة محاولة الضغط على عبد الحميد البيبة وتهديده بتغيير الحكومة الوحدة الوطنية فبالتالي هو سيتنازل ويرضى بهذه القوانين فكل طرف عقيلة صالح لا يريد عبد الحميد البيبة يريد أن يبقى في الحكم سيحاول أن يقنع عبد الحميد البيبة بالقبول بحكومة جديدة مقابل مثلا ترشح الانتخابات عقيلة صالح بالتفصيل أكثر في هذه النقطة عقيلة يقول أنه تم إنجاز القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات ولكن في المقابل البيبة يقول ويؤكد بضرورة وجود قوانين انتخابية عادلة لتشكيل الحكومة هنا كيف يفهم هذا التناقض نعم طبعا عبد الحميد البيبة لا يريد أن يترك الحكومة إلا بوجود انتخابات ويعرف بأن عذر أن هذه القوانين انتخابات غير عادلة فبتالي هذا عذر مقبول على الأقل للشارع الليبي لكن ما يأجري تحت السطح أنه يا عبد الحميد البيبة إذا لم ترضى بهذه القوانين التي سيتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعديلها قدر المستطاع مع عقيلة صالح ومجلس النواب إذا لم ترضى بهذه القوانين فإنه جاهزون لحكومة جديدة فكل طرف من الأطراف الليبية له عصاه وله جزرته عقيلة صالح له الجزرة وهو تغيير عبد الحميد البيبة وتولي حكومة على الأقل قريبة من مجلس النواب وقريبة منه وعبد الحميد البيبة له عصى وهو تغيير حكومته فتستعمل هذه نفس السياسة العصى والجزرة مع كل الأطراف ومع محاولة جادة على الأقل من عبد الله باتيلي لإيجاد قاعدة مقبولة للانتخابات لكن طبعا كل طرف من أطراف الليبية له رأي آخر يعني كل عبد الحميد البيبة عنده أدوات أخرى للتعامل مع بعض الأطراف التي قد ترفض هذه الانتخابات في الغرب الليبي وعقيلة صالح عند بعض الحلفاء الذين قد يعارضون أمريكا مثل روسيا فمازلنا يعني هذه الجهود هي جهود بسيطة ولم تؤثر لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل بثقلها بعد في ليبيا ستزداد وطيرة التدخل الأمريكي في ليبيا كلما ازداد التدخل الروسي في ليبيا لكن هذا أظن أن العالم مشغول تماما عن المسألة الليبية في قضايا التدخل المباشر أو قضايا الضغط الأكبر أظن أن هذه الجهود ما زالت يعني في بدايتها ستزداد مع الوقت مع كل ما يزداد التدخل الروسي سنزداد نجد تدخل أخر من الولايات المتحدة بكتورة الآن باتيلي يعول على الرئاسي في الضغط على الأطراف المدعوة للمشاركة في الطاولة الخمسية وهو طرف أيضا في هذه الطاولة هنا أي دور من الممكن أن يلعبه الرئاسي للضغط على هذه الأطراف هو الرئاسي الآن لا يملك الكثير الرئاسي هو جزء مكمل للمشهد لا يملك الرؤية الواضحة بمعنى أنه لا يشعر بأنه هو قوة حقيقية فبالتالي لا أظن أن المجلس الرئاسي الآن له دور محوري لكن دوره الآن هو الواجهة السياسية للدولة الليبية لدعم جهود عبدالله باتيلي ولدعم المصالحة الوطنية فهو سيحافظ على هذا الرتم الذي بدأه منذ البداية مجلس الرئاسي منذ البداية لم يتدخل في النزاع السياسي ويحاول دائما يدفع الأطراف نحو حل وسط وهذا دور منوط له من اتفاق جنيف ولم يخرج عن هذا الاتفاق ولم يبدع ولم يخرج خارج صندوق اتفاق جنيف ورضي بهذا الدور وظننا سيستمر بهذا الأمر وهو جيد بالمناسبة ليس دور سيء بمعنى أن يكون نغمة جيدة تحدع للتوافق بدون توتر بدون تشنج بدون دخول في سراعات لكن علي أن يزيد من هذه الوثيرة بالتعامل مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا ولعل ما يصل على المجلس الرئاسي قد يؤدي هذا الدور كنت معنا عبر خدمة سكايب من أسطنبول مدير مركز بيان للدراسات والأبحاث دكتور نزار كريك شكرا جزيلا لك دكتور نزار كريك في خبر آخر قرر مجلس النواب إحالة المخصصات المالية لأعمار المنطقة الغربية إلى حكومة حمان هذا أضاف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلاحق أن المجلس صوت على القرار بالإجماع وبتوافق من أعضاء البرلمان عن المنطقة الغربية بحسب بلاحق إلى خبر آخر حيث قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميدة بيبة تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع في مدينة زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية ذا وتتولى اللجنة التي يرأسها وزير الحكم المحلي معالجة الأفار المترتبة على ارتفاع منسوب هذه المياه ومساعدة المواطنين لمواجهتها بالتنسيق مع عميد بلدية زليتن ومدير شركة الخدمات العامة مصرة وتتكون اللجنة من مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيسي الشركة العامة للمياه وصرف الصحي وشركة الخدمات العامة طرابلوس إضافة إلى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي هذا ووجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعليماته للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لزيارة المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن هذا وطلب الدبيبة المركز بالوقوف على الأوضاع الصحية للمواطنين ودعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لازمة داعيا وزير الحكم المحلي بتنسيق مع عميد بلدية تزليتن بتوفير سيارات شفط المياه بشكل عاجل لدعم البلدية في معالجة هذه الأزمة من جهته قال عميد بلدية تزليتن مفتاح أحمدي قال إن فريق خبراء إنجليزي في انتظار إتمام إجراءاته لزيارة المدينة لمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وضاف أحمدي في مداخلة مع الأحرار أن المياه مازالت تتدفق إلى السطح رغم استمرار عمليات الشفط وردم برك المياه بالمناطق المتضررة مشيرا إلى أن عمليات الشفط كشفت عن هبوط بأساسات المنازل المتضررة مما أدى لإجلاء عدد من العائلات في حين ترفض بعض العائلات مغادرة بيوتها بينما أدى تفشي الأمراض إلى نزوح سكان المناطق المتضررة ترجمة نانسي قنقر قل عضو لجنة الأزمة درنا حمد الشلوي أن ملف الأعمار يتم استغلاله سياسيا وهناك غموض كبير فيما يتعلق بإدارة المساعدات الدولية هذا وضف الشلوي في تصريحات للأحرار الثلاثة أنهم لا يعلمون كيف وأين صرفت المساعدات التي دخلت عبر مصر في ليبيا المركزي والتي تفوق ثمانمائة وخمسين مليون دولار وفق تعبيره وأكد الشلوي أن آلاف الجثث ما زالت تحت الأنقاض رغم مرور أكثر من مائة وعشرين يوما على كارثة الفيضانات نظرا لضعف الإمكانيات وسوء الإدارة وفشل الحكومتين حسب تعبيره ونبقى في درنا حيث قال مدير إدارة البحث عن الرفات والمفقودين لطفي توفيق قال إن فرق الانتشال استخرجت ستمائة وأربعة جثث من مقبرة مرتوبة شرقية مدينة درنا وأضاف لطفي في مداخلة مع الأحرار الثلاثة أن العمل جار ضمن ستة مواقع بالمقبرة وفق تعليمات النائب العام مؤشرا إلى أن عدد الجثمين في مقبرة مرتوبة يقدر بنحو ألفي جثمان وذلك حسب البلغات الواردة للهيئة ورواية شهود العيان وفق قوله لا ينقض يوم في درنا إلا ويكشف خلاله عن جثة في منزل أو يعثر على بقايا أشلاء في ضفاف البحر قصص معاناة تجدد آلام سكان الذين ما تزال ذاكرتهم طرية من هول الفاجعة وهم في انتظار ما يسكن أرواحهم من كارثة تجاوزت شهرها الرابع لكن آثارها لم تنتهي بعد لا يعرف تحديدا أعداد المفقودين في المناطق المدمرات وسط المدينة خصوصا في مجرى الواد وضفتيه والتي لم تخضع بعد لأعمال النبش والانتشال إلا إن التخمينات تشير إلى أن عدد الجثث سيتجاوز العشرات بل وحتى المئات إذا شرعت الجهات المكلفة بالأعمال اللازمة إعصر دانيال الذي داهم المنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي وفي درنح كان آخر ما أبلغ عنه السكان العثور على رفات في محيط مسجد الصحابة ليتبين أنها مقبرة قديمة يتجاوز عمرها أكثر من سبعين عاما ملف المفقودين من أهم الملفات التي تشغل بالأهالي والذين منفكوا عن تسجيل البلاغات عن مفقديهم لدى الجهات المسؤولة والتي تحاول بدورها تنظيم العمل وإعادة فتح المقابر وأخذ العينات منها مقبرة مرتوبة والفتايح والظهر الحمر خضعت جميعها لعمليات الكشف وأخذ العينات لمطابقتها مع عينات الأهالي للتعرف على ذويهم ولا يعلم تحديدا متى يعلن عن نتائج المطابقة وكم الوقت المطلوب لذلك وبلغ عدد الجثامين المستخرجة من تلك المقابر أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعين جثمانة وفق آخر أحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ومع استمرار عمليات رفع الركام وفتح المسارات يتوقع السكان أن العثور على الجثث لن يتوقف وأن الأحزان ستستمر وتتجدد ننتقل مباشرة مشاهدين إلى جولة في أبرز أخبار الاقتصاد نعم رفع يسحبنا فيها الزميل محمد القرش شكرا لك سجل تسعار صرف صلة العمولات الأجنبية مما دينار تباينا في تداولات السوق الرسمية وفق بيانات مصر في ليبيا المركزي حيث سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا إلى أربعة دانانير وثمانمائة وخمسة وعشرين درهم في حين سجل سعر صرف اليورو خفاضا ليستقر على خمسة دانانير ومائتين واثين وستين درهم هذا وارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى ستة دانانير ومائة وثمانية وأربعين درهم من ناحية أخرى واصلت تسعار صرف العمولات الأجنبية في تعاملات السوق الموازية ارتفاعها هذا اليوم حيث سجل سعر صرف الدولار ستة دانانير وخمسمائة وخمسين درهم بينما ارتفع سعر صرف اليورو مما دينار ليسجل سبعة دنانير وخمسين درهما في حين سجل صرف الجنيه السليني ارتفاعا ليبلغ ثمانية دنانير ومئة درهما وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شوكشوك الثنين في بريطانيا اتفاقية بين شركة المراجعة الدولية بي دي او لتعزيز التعاون في المراجعة والمحاسبة الجنائية وبحسب ديوان المحاسبة فإن الاتفاقية الموقعة تتضمن استراتيجية الاستمرار في التعاقد مع مكاتب المراجعة الكبرى لمتابعة وتقييم الاستثمارات والأصول الليبية بالخارج والدفع في اتجاه تحسين أدائها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التآكل والضيع وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفالكلان مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أزدمير مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الاجتماعية والأسرة وتمت عملية توقيع الاتفاقية عاقب اجتماع ثنائي بحث أوجه التعاون المستقبلي ووضع برنامج عملي لتنفيذ بنودها هذا ودعت الكلان نظيرتها التركية للمشاركة في مراض الأسرة المنتجة التي تعتزم الوزارة إقامتها منتصف العام الجاري بطرابلس أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار توقيع اتفاقية مع مجموعة شركات رويل انرجيا التركية لتأسيس شركة ليبيا تركية للصناعات البتروكيميوية وبناء مصنع لإنتاج مادة البتومين لإنتاج الإسفلت وبحسب المحفظة فإن اتفاقية إنجاء المصنع وقعت عليها شركات كل من ليبيا نيفت وأويل انرجيا التركية وبازاكا كوي بمنتا الأمريكية بحضور اتحاد الشركات التركية المستثمرة في إفريقيا حيث من المتوقع أن يكون المصنع جاهزا خلال مدة نقصها سنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا وذلك من أجل تغطية احتياجات السوق الليبي من المنتجات الضرورية لمشاريع البناء والصيانة الطرق بالبلاد اتفق عميد بلدي تزليت المفتاح مادي الثلاثة مع إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على إعادة تشغيل مصنع البرج للإسمنت وإيقاف الاعتصام وتلبية عدد من مطالب العاملين فيه وعلى رأسها إلغاء عدد من الإجراءات المالية وتأسيس مستشفى لعلاج الأمراض الصدرية كانت مطالب المعتصاميين واضحة وهي استكمال مستشفى الصدرية أيضا إلغاء قيمة الصق 4000 للحجز وأيضا صيانة الطريق المارة بالمصنع وبعد المطالب الأخرى تحدثنا في جميع المطالب في مجموعة مطالب كان لدينا بها تواصل في السابق بالنسبة للطريق وعدوا أن يشاركوا في صيانتها وهي طريق منهارة وسبب في انقلاب العديد من السيارات وجاية في منطقة شوية جبلية بالنسبة لإلغاء قيمة الصق المصدق التي تم تقديمها تم الاتفاق على إلغاء بعد نقاش وجدال بسبب العديد من الأسباب استعرض وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري وسامة لدريسي مع وكيل وزارة الثروة البحرية للشؤون الفنية صبر العزابي استعرض الوضع الفني للسفن غير نشط بالموانئ حيث اتفق الطرفان على دراسة الوضع الفني للسفن والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها اليوم اختتمنا هذه اللجنة برفع تقريرها بالكامل للسيد وزير المواصلات مع وضع الحلول وحصر كل الجرافات والسفن التجارية اللي به المشاكل والعالقة في الموانئ الليبية وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون الخاص بالقانون البحري وكذلك تنفيذ الأحكام القدائية الخاصة بالسفن التجارية وايضا الجرافات الموجودة في داخل المرافي والموانئ الليبية ان شاء الله بعد رفعنا لهذا التقرير للسيد الوزير سنقوم بالإجراءات التنفيذية وسننهي هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة نضمت بمعرض طرابلس الدولي مراسم المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الاستعدادات لإقامة الدورة الذهبية الخمسين لمعرض طرابلس الدولي خلال الفترة من الخامس عشر إلى الحدي والعشرين من مايو للعام الجاري الإعلان تم بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير الإدارات بالمعارض بالإضافة للفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والمنحقين التجارين من عدة سفرات وعدد من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين بمجال الصناعة والتجارة والاقتصاد هذا وقام وزير الاقتصاد والتجارة محمد حويج ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض بتوزيع دعوات المشاركة على عدد من السفرات لحضور الدورة الخمسة لمار طرابلس الدولي القاتمة ما يميزها وجود مشاركة دولية كبيرة وإذا نقول لكنيس الصالونات الاقتصادية والفكرية والسياسية اللي حتنشاء على هذا اللي حتطبع حيترأسها شخصيات سياسية وتقافية واقتصادية من داخل ليبيا وخارجها طبعا هذه دورة شاملة طبعا غير مش تخصصية حتكون في كل التخصصات إن شاء الله دورة شاملة رست بميناء طرابلس البحرية الناقل عنوار ليبيا محملة بنحو 25 ألف طون من مقود البنزين هذا أشار فرع شركة ليبيا للمواني بميناء طرابلس البحري إلى وصول السفينة الربانة العالمية محملة بشحنة تقدر بأكثر من 25 ألف طن من السكر المكيس لافتة إلى وصول سفينتين محملتين بأكثر من 270 حاوية تتضمن سلعا وبضائع متنوعة ترجمة نانسي قنقر كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغازي عن توزيعها أكثر من 6 مليل لتر من البنزين أكثر من 900 ألف لتر من الديزل على محطات العاصمة طرابلس وضواحيها الشركة أشارت أنها وزعت من مستودى راس المنغار ببنغازي ما يزيد عن 7 مليل لتر من البنزين فيما لم تفصح عن توزيعاتها من الديزل على مدن المنطقة الشرقية فحين أشارت الشركة لتوزيعها على مدن المنطقة الجنوبية مليون و168 لتر من البنزين وأكثر من 200 ألف لتر من الديزل انطلاقا من مستودى سبهة النفطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذا مشاهدين ختام الجولة الاقتصادية لهذه الليلة العودة للزميلين مروى ورافع إليكما شكرا لك محمد يعاني معهد أباري للمهن الميكانيكية من عديد العقبات ويواجه جملة من التحديات نعم رافع وتعق هذه التحديات سير العملية التعليمية بشكلها الصحيح والمطلوب التفاصيل في سياق هذا التقرير منذ افتتاحه في تسعينيات القرن الماضي لم يحظى معهد أباري المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالصيانة اللازمة التي تمكنه من أداء مهامه وفق الخطة الدراسية المعتمدة في كل عام من عكس سلبا على سير العملية التعليمية جميع الورش الخاصة بالتطبيقات العملية متوقفة فضلا عن تهالك البنى التحتية لمعظم القاعات الدراسية التي يعتمد عليها الطلاب في إجراء الاختبارات العملية خصوصا في تخصصات الكهرباء العامة والحدادة ونجارة طراحة هذا المعهد نشتغل فيه ظروف صعبة جدا نظرا لقلة الإمكانيات ونحن محتاجين بالدعم من الجهات المختصة اعتبارا أن هذا المعهد اللي هو معهد وباري هذا المتوسط هو المعهد الوحيد اللي هو في المنطقة وباعتبارا أنه هو مخرج يعني العديد من الدفعات ولكن للأسف يفتقر الكثير معهد وباري للمهن الميكانيكية يعد من أقدم المعاهد بالمنطقة حيث عمل على تخريج العديد من الدفعات في الآوينة الأخيرة يواجه المعهد جملة من التحديات التي أعاقت سير العملية التعليمية بشكلها الصحيح حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أباري مدير معهد أباري للمهن الميكانيكية والكهربائية سيد السلهاب عبد الرحمن أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحمن إذن بداية لو تضعنا في صورة أبرز مشاكل البنية التحتية التي يعاني منها معهد أباري للمهن الميكانيكية والكهربائية جزب الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نشكر إذا عدتم على إتاحة هذه الفرصة السعيدة لكي نعرفكم بمحهد أباري المهن الميكانيكية والكهربائية حيث يقع هذا المحهد في المنطقة الجنوبية الواقع في مطاق بلدية أباري بالنسبة للمحهد هذا حيث تم افتتاحه هذا المحهد في سنة 1990 نظام ثلاث سنوات ومن قبل حيث باعتبار كائن سنتين ولكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد لهذا المحهد الآن يعاني من يعاني من عدة مشاكل وعراقين وهي منها أول حاجة عدنا نعاني من إثمان هنقر المبنى الغير المتكامل حيث إذا تم هذا المبنى يشبل جميع الورش والورش هذه عدنا منها قسم النجارة وقسم الحجادة وقسم الميكانيكا سيارات وقسم التمجدات الكهربية أفضل من أفضل من الصيانة المباني المستهلكة كما موضح في الفجر كان حاجة اللي هو النعاني منها أو العراقين عدنا اللي هو توفير محول كهرباء بقوة ما يقارب بتلتمية فولت أو واق حيث المحهد يفتقر هذا المحول منذ تسع سنوات تقريبا لكي تشغيل هذه الورش لأن الورش لا نستطيع أن نشغلها بدون محول كهرباء نعاني من محول كهرباء لتشغيل هذه الورش وتاني حالة توفير المواد الخام لجميع الأقسام في حالة تم تشغيل الورش حيث المحهد يفتقر أبسط المواد التشغيلية للطلبة لجميع السنوات طيب جل هذه المشاكل التي سقتها سيد السلهاب كيف تؤثر على سير العملية التعليمية بالنسبة للعمل هذا ضروري نعبنا العملي ونعبنا النظري لكن نعتمد على العملي أكثر من النظري المهم المهم للطالب العملي قبل النظري والنظري فيه مشاكل أم أنه يسير بشكله وواتيراته الطبيعية بالنسبة للنظري نعاني من الكتب نقص الكتب طيب هل توصلتم ربما مع وزارة التعليم التقني والفني لحل هذه المعويقات وتجاوزها سواء الفنية أو ربما على مستوى الكتب أي ما يتعلق بالمضمون أو النظري نعم الإمكانيات بسيطة نقص للمكتب نقوم بالمراسلات أي أول بأول لكن بالنسبة للمكتب يراسل فينا لكن بالنسبة لا يوجد عندها قطف المقاسر نناشط فيهم ومتجاوبين معنا وكل شيء ونشكرهم وما فيش اشكالية من ناحية ضمن النقص الإمكانيات لكن متجاوبين معنا ومبارك الله فيهم الحق بصراحة ليس هناك كتب في المخازن طيب ما ذا مكانية طباعة هذه الكتب ربما يعني التجاوب ضمن إيجاد حلول لا يكفي في حد ذاته يريد تعلمها لكن بالنسبة للمكتب لا يجب عندها كتب حتى المكتب عن ذات كتب طيب ماذا عن بقي المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية والأقسام والمعامل هل جرى أيضا التواصل من قبلكم مع الجهات المعنية نعم نعم الجواب ماذا كان والله جدا جدا القرحة الإمكانيات ما عنده مش حتى المراسلة باحتبارها مش قالوا ما نقول نعطوكم ولله حتى لكن الإمكانيات ما عندناش يعني توقف الموضوع عنده هناك نقص لديكم في البنية التحتية وفي المعامل وفي الكتب ولكن التواصل مع الجهات المعنية يقابل بالرد ولكن دون أي تغيير أو أي تأثير إذن من الذي بيدها الآن حل المشكلة إذا كانت وزارة التعليم التقني لا تستطيع ربما الاستجابة لمطالبكم والله بالنسبة لنا هذا السبب الذي قلنا نتول الراس هو أن الجهات المعنية تقوم بتوفير أي كتب لنا بعجالة فقط سيد سلهاب بالمراسلات وبالثالث شيء هل هناك ربما أقسام أغلقت أو صفوف ربما ألغيت بسبب هذا النقص نعم نعم عندنا عدة أقسام أغلقت اللي هو قسم المجارة وقسم الحدادة واللحام الآن اللي يخدم في هذا النحل تمديدات كهربائية وحتى تمديدات الكهربائية عندها نقص واجد واضح لوحات اللي يتدرب عليها طلبة بإتبارة الفصول وليس المعامة نعم سيد السلهاب نعم سنكون في متابعة مسجدات هذا الملف شكرا جزيلا لك مدير معهد أباري للمهن الميكانيكية والكهربائية السيد السلهاب عبد الرحمن كنت معنا من أباري أما الآن مشاهدين فإلى جولتنا في الأخبار الرياضية افقت زميل مازن رجوب إليك مازن شكرا لكم مع قرب نهاية مرحلة الذهاب وعودات عجلة الدورية الممتاز للدوران من جديد تشتد المنافسة بين فرق المجموعتين لضمان مركز من المركز الثلاثة الأولى للتأهل للدور السوداسي جانب من أرقام مرحلة الذهاب في سياق التقرير التالي مع قرب نهاية مرحلة الذهاب فرق الممتاز تواصل التنافس من أجل بلوغ مرحلة سوداسية التتويجة التنافس حامل وطيسي في المجموعتين حيث يتصدر النصر المجموعة الأولى والأهل طرابلس المجموعة الثانية أرقام كثيرة تلفت انتباه المتابعين في الجولات الماضية فالنصر والأهل طرابلس يتقاسمان رقما آخر وهو عدم خسارتهما في المباريات السابقة الأهل طرابلس يملك رقما آخر في الممتاز وهو عدم اهتزاز شباكه في ثماني مباريات ماضية في حين يتصدر الأخضر قائمة الفرق الأكثر تهديفا في الممتاز برصيد 16 هدفا في نظر الكثير الأرقام ستتغير من الممكن أن يتغيروا معها وضع عدة فرق في باقي منافسات الدول الممتاز فمرحلة الإيابي هي مرحلة تصحيح الأوضاع بجلب الفرق للاعبين من أجل سد نواقس مرحلة الذهاب فسنرى من هو الفريق الأكثر استفادة من المرحلة الثانية وإن غدا لناظره قريب أعلن نادي الأهل بنغازي تعقده مع الحارس علي شنينة قادم إليه من السوحل في صفقة انتقال حر شنينة الذي ترعرع في صفوف السوحل في كل الفئات اختار خوض تجربة جديدة ومفضلا عرض الأهل بنغازي الذي أبدى جدية في الظفر بخدماته في فترة الانتقالات الحالية ضمن مسعي دارة الكرة بالنادي الأهل بنغازي في تدعيم صفوف الفريق الذي يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى بالشاركة مع فريق الأخضر برصيد 14 نقطة دائما في أخبار التعقدات إذ أعلن نادي التعاون أيضا تعقده مع الثنائي الجابوني أبو بكر كوني والتونسي أن الساسي كخيارين إضافيين للفريق للنصف الثاني من الموسم التعاون الذي يحتل المركز الخامس حاول معالجة أخطائه مع قرب نهاية مرحلة الذهاب بإضام المهاجم الكابوني كوني والمدافع التونسي ساسي قبل أن يعود الفريق أو ليعود الفريق لسكة الانتصارات والمستوى المثالي الذي بدأ به الفريق الموسم الحالي بخيادة مدربه المصري مصطفى مرعي فقد الأهل منغازي مبارته الثانية على التوالي في بطولة دبي الدولية لكرة السلام مما الرياضي اللبناني بثلاثة وسبعين مقابل احدى وثمانين ممثل ليبيا حاول مجارة خصمه اللبناني القوي للعودة في النتيجة دون أن ينجح في ذلك ليطوي صفحة المباراة وإضعى تركزه صوب مواجهته القدمة التي ستجمعه بفريق الحكمة يوم الخميس في آخر مباريته بدور المجموعة قبل ذلك واصل الأهل ترابلس عرضه القوية في بطولة دبي بفوزه على الوحدة السوري بثلاثة وتسعين مقابل أربع وثمانين الأهل ترابلس وبعد تحقيقه الفوز في مباريته الأربع سيتطلع الآن لخطف صدارة المجموعة عندما يواجه سترونغ الفلبيني غدان الأربعاء في ختام مرحلة المجموعات ليؤكد بذلك رغبته وقدرته على المنافسة على لقب هذه النسخة من البطولة أخيرا تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نصف نهائي كأس الرئيس لكرة اليد البطولة المشتقة من كأس أمم إفريقيا وذلك بعد فوزه على منتخب زنبيا بستة وثلاثين مقابل سبعة عشر هدف منتخبنا بعد مغادرته وخسرته لفرصة المنافسة على المراكز المتقدمة بأمم إفريقيا سينتظر الفائزة من مباراة المنتخبين النيجيري والكاميروني في نصف نهائي يشار إلى أن هذه المنافسات خاصة بالمنتخبات التي لم تتمكن من تجاوز مرحلة مجموعات البطولة إذ حصل منتخبنا على المركز الثالث بمجموعاته قبل كل شيء نشكر اللاعبين اللي كانوا يندباط أول وكاننا روح رياضية لهذه كانت حاجة إيجابية احنا كتكلمنا أمس دمنا استريماع كنا نحن نحوش على الفوج ومن التعبوش كتير والحمد لله هذا وشارف الميدان باش نفكروا كتير على النصف النهائي إن شاء الله نتمنى ونحضروا اليوم كما يلزم باش نكونوا حاضرين في النصف النهائي ونتمنى نكونوا في النهائي الكاس الرئيسي وصلنا لختم رياضة الليلة من جديد إلى رفع ومروى شكرا لك قال ناطق باسم بلدية الكفرة عبدالله سليمان قال إن المدينة تشهد موجة من النزحين جراء الحرب الدائرة في السودان وأضاف سليمان في مداخلة مع الأحرار أن مخزون مدينة الكفرة من الغذاء والدواء قد لا يكفي لمواجهة تزايد أعداد النزحين القادمين إضافة إلى الهواجس الأمنية مناشدا الحكومات بالوقوف لجانب البلدية لمواجهة تدعيات الحرب في السودان أوضحت نتائج سطلاع للرأي أجره مركز دراسات ورسم السياسات أن تسعة بالمئة من المواطنين في غرب البلاد رأوا أن دور المجموعات المسلحة كان إيجابيا في حين بلغت نسبة الرضا عن أدائها في الشرق ثلاثة عشر بالمئة وفي الجنوب إثنتي عشرة بالمئة فيما كشفت نتائج الاستطلاع أن ثلاثة وأربعين بالمئة من المواطنين في غرب البلاد رأوا أن دور قوات حفتر كان سلبيا في حين بلغت نسبة وعدم الرضا عن أدائه في الشرق خمسة عشر بالمئة وفي الجنوب إحدى وعشرين بالمئة موسيقى 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 إلى خبر آخر حيث أعلن مكتب النائب العام القبض على متهم بالاتجار بمخدر الحشيش في مدينة طرابلس وملاحقة بقية أفراد التشكيل العصبي بمدن أخرى وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطيا إثر قدومه إلى مدينة طرابلس قادما من البيضة على خلفية إسهامه في نقل أكثر من 78 كيلوغراما من الحشيش إلى بقية أفراد التشكيل في سرط والبيضة وبني وليد أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان افتتاح قسم العلاج الإشعاعي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتا هذا وقال رئيس الهيئة حيدر السايح لدى افتتاحها المركز رفقة عميد بلدية صبراتا ومدير المعهد القومي لعلاج الأورام قال أن المركز يتضمن فندق إيواء وتمريض يسعو تسعين حالة للمرضى القدمين من خارج سبراتا مع بدء العمل بمركز العلاج الإشعاعي في طرابلس ومصراتا ومنغازي ضمن خطة توطين علاج مرضى السرطان بالداخل افتتاح قسم العلاج الإشعاعي في هذه البلدية يصاحب شيء جميل جدا وهو فندق صحي خاص بالمرضى اللي يأتوا من خارج سبراتا من الجنوب والجبل هذا فندق يأوي تقريبا تسعين حالة يكون خاص بالناس اللي يكونوا خارج بلدية سبراتا فندق سيكون فيه إيواء صحي وفندق سيكون فيه تمريض 120 حالة في اليوم سيكون فيه سبراتا إن شاء الله انطلقت ببلدية غدامس حملة التوعية الوقائية حول المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع بتعاون بين مراقبة التربية والتعليم بمدينة غدامس ومستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية والجمعية الليبية للعلوم النفسية الحملة تستمر لثلاثة أيام وتستهدف جميع طلبة المؤسسات التعليمية بمدينة غدامس كما تضمنت تقديم محاضرات حول خطورة تعاطي المخدرات للفرد وإحصائيات التعاطي في ليبيا وتأثيرها الاجتماعي على المتعاطي نفذنا اليوم محاضرتين لأربع أو خمس مؤسسات تعليمية العشية إن شاء الله ستكون عندنا محاضرة لأولياء الأمور لنفس المدرسة حول المخدرات ووقاية منها بكرة إن شاء الله ستكون عندنا محاضرتين للمؤسسات التعليم العالي افتتح الثلاثة بمدينة بني وليد مسجد شهداء الصلح والمصالحة ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية داخل المدينة ويعد المسجد أحد أكبر المساجد بني وليد إذ يضم مدرسة قرآنية متكاملة وصالة للمناسبات الاجتماعية وشققا فندقية للضيوف من خارج المدينة إضافة إلى قاعة اجتماعات تحوي أحدث الأجهزة الآن نحن بحفل افتتاح مسجد شهداء الصلح والمصالحة بمدينة بني وليد فأهني أنفسنا بهذا الصرح الطيب المبارك الذي هو بيت من بيوت الله بكافة مرافقه وقاعاته وهو مجهز بأحدث التجهيزات بهذه المناسبة الكريمة بإقامة أول صلاة في مسجد نشكر السادة الحضور الذي يشاركونا في هذا الحفل البسيط وإن شاء الله من الموفقين والله يجمعنا في يوم طيب مثل هذا اليوم شهدت محلة أزوية ببلدية براك الشاطئ إقامة فعليات الدورة الثانية من مهرجان أزوية التراثي هذا وشهد المعرض مشاركة واسعة من سكان المدينة وما جاورها بالإضافة للمهتمنة بالتراث الشعبية في إطار الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية للحفاظ على تراثها الثقافي شهدت محلة الزوية ببلدية براك الشاطئ إقامة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الزوية التراثي بإشراف وتنظيم المنتدى الثقافي الاجتماعي الزوية وبالتعاهن مع محلة الزوية هذا المهرجان فيها جميع الأعراس وفيها من جميع مناطق الوادي الشاطئ ووادينا الحبيب من أشكدة إلى إدري وفيه فرق عديدة من الطوارق وفرقة الزوية والفرقة الموسيقية الزوية ويعتبر هذا الموسم الثاني طبعا الموسم الأول في سنة 2021 عملنا الدورة الدورة الأولى الفعاليات تضمنت تقديم فقرات فنية تراثية وعرضا يحكي العرص الشعبي بتقاليده المميزة حيث تم استعراض العادات في حفلات الزفاف والرقصات التقليدية اليوم نحن مدعوين في منطقة الزوية مهرجان التراثي الثاني صراحة سرني ما رأيت ولو أن الاجتهادات مقتصرة بسبب الأوضاع المالية باعتبار أن هذه برامج أهلية لا يوجد دعم فالمستوى الذي وصل للمهرجان حقيقة ما شاء الله تبارك الله فيه جهود عالية جدا واضح أن فيه عقول مفكرة وراء الموضوع هذا الحقيقة الانطباع كان مهرجان جيد بكلمة الكلمة من ناحية التنظيم من ناحية الشراف من ناحية التنظيم اللي كان على أكمل وجه الحقيقة اللي أثبتوا أن هناك طاقات تكمن في إدارة الأشياء في الوضوح الواضح اللي الحقيقة اللي ما أخفى علينا شيء في هالقيم الحدث شهد حضورا مميزا نال إعجاب المشاركين أو الحضور الذين استمتعوا بالعروض الفنية الرائعة التي جسدت التراث الغنية للمنطقة يا ذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم النشرة إذن نذهب مباشرة إلى حوارية الليلة رفقة الزميل نبيل دخيل إلى اللقاء دمتم بخير ماذا يعني تكالب الحلول الموازية للنتائج مبادرة باتيلي ثم ما مسجداتها وممالات تجديد الدبيبة مطالباتها بقوانين عادلة مقابل تجديد عقيلة على مطلب الحكومة الموحدة وأن الحوارات الجديدة تعيدنا للمربع الأول بعد الفاصل